اهلا بحضراتكم معاكم دكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسرية والاجتماعية. مقولة شائعة وهي مقولة خاطئة موجودة عندنا واصبحت مترسخة في حياتنا وهي مقولة الاهتمام ما يطلبش. او الاهتمام ما بيطلبش. لا يا جماعة هذه المقولة هي مقولة خاطئة وليست حكمة وليست منقولة عن حد من المتخصصين مساء ولا حاجة. ولكن هي مقولة شائعة بمعنى ان انا لو حسيت ان الطرف الاخر مهمل معايا في شيء معين او مقصر. فانا مش هتكلم ليه لان اللي اهتمام ما بيطلبش. واصبح كلمة اللي اهتمام ما بيطلبش دي هي اللي بتعمل لي كثير من المشكلات الاسرية. لان انا هخاف اقول اللي جواي او مش هحب اقوله للطرف الاخر. فبتلي هفضل كاتم جواي او هفضل شايد اه هذا الامر. ثم يحصل انفجار في لحظة معينة من خلال الخلاف الكبير جدا او المشاهد بقول ده انا كنت ساكت على كذا وكذا وكذا وكذا. علشان الاهتمام ما بيطلبش. لا يا جماعة الاهتمام بيطلب. يطلبوا الاهتمام. مش هطلب الاهتمام ببعنى ان انا هروح اقول الواحد اهتمي بايا او النبي. او اقول لي شريك حياتي انا عايزك تهتمي بايا. ولكن هقول له احنا بقالنا كتير مخرطناش مع بعض. هو ايه اللي حق اللي حصل? احنا كنا بنخرج كل اسبوع. اه بقالك فترة كده مسلا مخرطناش. طب يا رأيك نخرج الاجازة اللي جاية. يبقى كده انا طلبت الاهتمام اه بس انا طلبت بطريقة اه معينة وطريقة زوء. الطرف الاخر هيقول لي لا والله ده انا الاسبوع اللي جاية مش هينفع او انا ما عنديش امكانية مادية هذا الاسبوع او احنا طب ما نخرج حاجة بصير فنتمشى كده مع بعض. طيب انت بقالك فترة مع عملتش انت عارف ان انا بحب الاكلة الفرنية بطلت تعمليها وليه بعملتاش بقالك فترة. دي كلها من نوعية الاهتمام. للمفروض الطرف الاخر اه يعملها كل شريك بيعملها لشريك حياة. ولكن احيانا بيحصل سهو او تقصير او خطأ. وده شيء طبيعي جدا يا جماعة في الحياة الزوجية. ناس عايشين مع بعض كل يوم كل دقيقة كل ثانية عايشينها مع بعض. اذا عندهم اكيد هيحصل تقصير. نحن لسنا ملائكة. ولسنا اه منزهين عن الخطأ او التقصير او النسيان. فبالتالي اطلبوا الاهتمام من من شريك الحياة. وشريك الحياة لو هو سوي وعايز يخلي العلاقة تستمر وعلاقة طبيعية او اعلاقة ما فيش فيها او ما يشبهاش الكثير من المشكلات. فهيلبي هذا النداء او هذا الطلب او هذا الاهتمام.